الجانب الثالث عايزة أطمينكم على اللعيبة وسام أبو علي خرج من المباراة وكان عنده يعني كادمة قوية في الكتف والحمد لله ممكن الجهاز الطبي ودكتور أحمد جاب الله يمكن اطمين على وسام وانا بطمينكم الحمد لله مفيش أي إصابة في الكتف وسام جاهز لمباراة الإسماعيلي حتى الدم والنزيف اللي كان على رجبة وسام هو حتى بيحرز الهدف الثاني برضو بقولوكه دي حاجات بسيطة الجهاز الطبي طميني على وسام أبو علي ما عندهش أي مشاكل إصابة الكتف دي حاجة بسيطة جدا ما فيهش أي مشاكل إمباراة كان فيه استشفى والدنيا كويسة محمد عبد المنم عمل صنار إمباراة على فكرة محمد عبد المنم عمل صنار إمباراة وفيه كده كدمات فيه أصفل عدلات البطن عند حتة الفخد نفسها وكان فيه تجمع دموي ولكن إن شاء الله برضو يمكن يكون جاهز لمباراة الإسماعيلي الدفع باللعب في المباراة دي بترجع بقى للجهاز الفني ولكن زي ما بقول لحضراتكم ده موقف وسام وده موقف محمد عبد المنم ياسر إبراهيم بقاله بالضبط أسبوع بيتمرن تدريبات جماعية كولر حاب يضم ياسر في مطش الإسماعيلي ياسر جاهز لأنه بالضبط بقاله سبعة أيام بيتمرن تدريبات جماعية الناس فاكرة يومين ثلاثة بعد الفرقة ما رجعت والفريق موجود فيه القنغو بيلعب مباراة مازمبي ياسر كان بيتمرن جماعي مع الفريق أو مع اللاعبين المستبعدين فياسر جاهز نفس الأمر على كل اللعيبة حسين مروان إمام لعب الشوت التاني فكله جاهز إن شاء الله لخد مباراة الإسماعيلي محمد الشنوي كمان جاهز يلعب مباراة الإسماعيلي ما عندهش أي مشاكل أنا سألت برضه على موضوع دفع محمد الشنوي اتقل جملة واحدة بس طالما اللعيب بيلعب تدريبات جماعية وبيشارك في التدريبات الجماعية وبقاله ما يقرب من حوالي ست سبعة وحدات تدريبية بيشارك في التدريبات الجماعية يبقى جاهز للمباراة مين اللي ما يشاركش ده القرار بتاع مرسي الكولر كله بيشارك في التدريبات الجماعية وبقرأ الاثنين والثلاث تدريبتين قبل الصفر إلى الأسكندرية وهنشوف وقتها كولر هيختار مين إن بارح كانت فيه مباراة ما بين لقطاع العيبة مساعدة من قطاع ناشيين مواريد 2003 و2005 فريق كده مطاعم بمواريد 2003 و2005 كان بيلعب اللعيبة المستبعدة من الفريق الأول ما بتلعبش مباراة في الفترة الأخيرة أو اللي ما لعبتش مباراة ما زيمبي المباراة قوية جدا لكم أنت تخيلوا المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي 4-4 4-4 ما بين لعب الفريق الأول اللي ما شاركوش مباراة ما زيمبي أو اللي نزله في الجزء الأخير زي مثلا محمود متولي أو قهربة وفي عندك بقى حسين الشحات ومروانة عطية وحتى أمام عشور خد جزء منها واللعيبة المساعدة من قطاع الناشيين أنت حتى لو تسأل الجهاز الفني يقلق بالمباراة اللي زي دي ممكن يكون فيها احتكاكات وإصاباته ده حصل قبل كده مع كذا لعب أخيرهم مثلا كان أليو ديانج كان بيشتكي من حاجة وفي المباراة دي يعني حصل كادمة قوية وبيضطروا حتى أن يعمل عملية عشان يخلص من موضوع الغدروف الموجود في الرجبة موضوعها كانت صعبة انتهيت 4-4 كل واحد بيحاول يظهر بشكل كويس قدام السويسري مارسل كولر فبطن منكم أن الفريق الحمد لله الأمور كلها إيجابية اللعبة كلها جاهزة ماتش الإسماعيلي كولر بقى يختارق قايمة اللي هو شايفها هيتعامل إزاي مع ضغط المباراة اللي جاي أنا عايز أقول لكم الأهلي مقبل على أربع مباراة في الدوري قبل مباراة الترجي في 18 مايو في 18 مايو طبعا لو بصيت على ترتيب مباراة الدوري في فرقة تانية بتتدلع الناس تقول لك الأهلي ما لعبش ماتشات كتيرة والله العظيم يعني أنا عايز أقول لكم الكلام بتقال ده كله كلام بعيد عن الواقع والحقيقة الأهلي لو عنده مباراة في دوري الأبطال سبت وسبت هيلعب في النص مباراة في الدوري فرئي الزمالك لعب حد وحد كونفيدرالية ما تحطلوش مباراة في النص في الدوري والكلام ده حصل في دوري التمانية مع فيوتشر برضو كان المفوض مباراة بين الفيتشر والزمالك حد وحد ومفوض يلعب مباراة في النص في الدوري ما لعبش بحجة إن فيوتشر تأجلت له مباراة على الاهلي. طب هو الاهلي لعب جمعة وسبت. فطبيعي مباراته ما فيتشار تتأجل. لا زيه زي الاهلي. طب انت بتدخل ده 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 ليه مش عندك لايحة. ما تطبق لايحة كبير قبل الصغير. طب دلوقتي انا رايح لعب نهاية دورة ابطال افريقيا مع الترجي. حتطل كل 72 ساعة مباراة. او واحد. اربعة مايو. واحد مايو. اربعة مايو. تمانية مايو. حداشر ولا اتناشر مايو. وانا رايح عند مطشيهم 18 مايو. اربع مباراة ضغطي كبير جدا قبل ملعب مع الترجي التونسي. قلتلكم النهاردة الفريق راحة. بكرة تدريب. يوم الثلاثة السفر بإذن الله الى تونس. او سوري. لسه بتكلم في الترجي. السفر الى الاسخندرية عشان مباراة مع الاسماعيلي على ستات برج العرب. يوم الآربة الساعة سبعة مساء. بإذن الله.